السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا لحلقة ديال 13 في الشهر 3 اليوم سنطرق لعدة موادع من بينها الموضوع المهم للغاية وهو الحدود المغربية الإيطالية المغرب كيمدد غرق الحدود الجوية والطيارات سنطرق لهم حبوثين حتى الشهر 4 عشر في شهر 4 سنطرق لها الموضوع وفيش لما يتقالي الإخوان حيث بطبيع يتحل حتى شي واحد ما فهم أشنا هو المعايير اللي يأخذ المغرب باش يستد الحدود معاش دول لذلك هنتكلموا على هذا الموضوع وغنطرقوا الموضوع آخر المهم للغاية هو جاميع البلديات الحمراء في إيطاليا البلديات والبروفينشات اللي هي حمراء في إيطاليا غنقولها لكم كاملة يا إخوان وغنقول لكم طبيعة الحجنة هي التحركات الممكنة في المناطق الحمراء وغنعطيكم كذلك واحد من نمر دي التليفون اللي تقدر تنفعكم إلا بغيتوا تتحركوا ووشكيت ووش قدروا تدروا شي حاجة ولا متقدروا تدرواها كذلك يا إخوان غن تتكلموا هذا السؤال جل بارح وحد سيدا اللي قالسة في المغرب مدة زمنية طويلة هذي عند البرميسو دي ما وقالت لي وش غدين لقى مشكلة إلى رجعت لإيطاليا بطبيع يتحلي إخوان أنا شرحت لكم القوانين وجبت لكم القوانين من المواقع دي البرلماء الإيطالي ومن الجريدة الرسمية قوانين اللي هي كتتعلق بالنس اللي عندهم البرميسو والناس اللي عندهم جنسية إيطالية وعاطين البرميسو للآباء ذيالهم لذلك يا إخوان هاتجوش الحالة ترىها مختلفة وعندها قوانين مختلفة في حين أنه غنشوا نشوفوا البونوسات اللي تكلمنا عليهم كثيرا في شرط ناش البونوس ديال النضارات البونوس ديال الروبينيات البونوس ديال أي حاجة دروا لها بونوس في شرط ناش وتحطوا لها كذلك الفلوس في قانون الميزانية ولكن أين هي أنا لا أراها في نام وفي مشاهدة البونوسات سأتطرقوا لفات النقطة وسأعطيكم جواب حيث الكثير من الناس تسويل عليهم وكذلك سأتطرقوا الحالة الوبائية في إيطاليا وفي المغرب وكيف مال عائدك أشكر جزيلا للشكر للناس اللي تدعم القناة باللايك والتعليق والناس اللي لا تشاركوا في القناة اشتركوا يا إخوان باش فقط توصلوا بجديد أخبار إيطالية إن شاء الله كيف مكنت وعدتكم البارحة اليوم أرجعهم على المناطق الحمراء ومناطق البرتقالية والقانون دي الوزير دي الصحة حيث بطبيعة حالكم قد تنسنا في البارحة إخوان كورا الفيديو ما نشرته حتى النصف الليل لذلك اليوم سأتكلمون كذلك على البلديات والبروفينشت وهي منطقة حمراء محلية وسط الجهات البرتقالية حيث المناطق الحمراء يا إخوان رأيها حمراء وكل شيء ساد فيها ما يمكن أن تخرج من المنزل ديالك إلا في الحالات الآتية إلا كانت عندك حجم مليحة كانت بغد في الخدمة أو من أجل أسباب صحية ممكن أنك تخرج من المنزل ديالك في منطقة حمراء باش بشي المسجد وهذا شيء يا إخوان رأيك يسمح به القانون وخصتك تديمعك لوتو تشرتيفكاتسيوني إلا ما كانت عندك ماشي مشكل إلا وقفك البوليس قل مراني غادي المسجد وتعمر الورقة وتدير موتيفو دي كولتو كذلك الناس اللي كتقرأ في الجامعات ممكن أنا تشي الجامعة في منطقة برتقالية والناس اللي ساكنة في منطقة برتقالية أو منطقة حمراء وخاصة في شيء مثلا الوحد لابونطامينتو اللي عندها في القنصرية أو أنه بغت في شيء لوحد كويستورة أو لاشي حاجة بحل موكاية راه دائما ممكن ولاش كيتو في شيء حاجة ولو في شيء تحرك عيطو الرقم اللي حطات وزارة الداخلية وخاص بالأجوبة على الأسئلة ديالكم كان الموظفين في وزارة الداخلية للخدمة ديالهم الوحيدة هم يجاوبوا جميع الأسئلة بغت في شيء المطار بغت في شيء القنصرية الكويستورة البلدية أي حاجة شاك فيها عيط أوسير هذا كرا أحسن دليل عندك حاجة أخرى اللي مهمة يا إخوان هو أنه كيف ما قلنا المناطق البرتقالية ماشي كلها برتقالية وحيد كل منطقة برتقالية فيها الحالة الوبائية مختلفة كان عدة جهات اللي حط له مناطق حمراء محلية وغنشو نشوفوها من الجنوب إلى الشمال ولكن قبل الرجوع للجهات اللي هي حمراء الجهات الحمراء هم كما يلي الميليا رومانيا الفريل الفينيتس جوليا لاتس لومباردية لماركي بيمونتي بوليا الفينيتو بروفينشا الترينتو وكذلك الكمبانيا والموليزي فيما يخص السردينيا كسبقا هي الجهة الوحيدة لمنطقة بيضاء والبازيليكا اللي ستولي منطقة برتقالية ابتداء من نهار الثلاث يا إخوان ماشي نهار الثلاثنين حاجة أخرى المهمة هو القانون اللي سنعليه دراقي يا إخوان مجلس الوزراء في الصباح البارح في الصباح قانون اللي كيخلي أنه إيطالي فيها ثلاثة الألوان الأبيض اللي كين في السردينيا وكذلك كيتمحى قانونيا اللون الأصفر يعني من نهار خمستاش حتى ستأبريل ما تكون حتى شي جهة في اللون الأصفر هاد الشي على حسب القانون وطبع يتحل غنقول ليه مناطق برتقالية ومناطق حمراء حاجة خلال اللي مهمة وغير نستطر علي إخوان هو أنه في المناطق الحمراء غير مسموح أنك تدر زيارة للعائلة والأقريباء في المناطق البرتقالية ممكن أنك تدر زيارة للأقريباء وللأصدقاء في البلدية ديالك يعني غير ممكن أنك تخرج من البلدية هذه أول حاجة حاجة اللي مهمة وعندكم حتاته يا إخوان في اليوم ثلاثة ربعة وخمسة اللي هما يا عياد واللي هما يا لون أحمر ممكن أنك تدر زيارة لأصدقاء ديالك وللأقريباء ديالك في الجهة كاملة مش يعرف البلدية هاد الشي يعني نهار ثلاثة ربعة وخمسة اللي هي لون أحمر فيما يخص الأيام الأخرى اللي هي حمراء لا يمكن أبدا تزور شي حد وخحت في البلدية ديالك وفي المنطقة البرتقالية ممكن ولكن داخل البلدية وهذه هي الخريطة يا إخوان ديالالالوان اللي رسميا فيما يخص السيشيا يا إخوان كين خمس بلديات اللي هي من منطقة حمراء اللي غنشون نشوفوها بطبيعة الحال لا يمكنني أني نقرأ هم كاملين ولكن البلديات هما هادو هادو وكين 25 بلدية اللي غنشون تستفع المدراسة ابتداء من 15 حتى العشرين اللي هما هادو يا إخوان بالأصفر في حين أنه في الكالابرية عدنا مناطق حمراء محلية اللي هي هذه يا إخوان وممكن أنكم توقفوا الفيديو وتشوفوا البلدية ديالكم واللي هما أربعة فيما يخص البازيليكاتر جنغة وبرتقالية ابتداء المليوم الثلاثة القادم إن شاء الله فيما يخص لبروتو يا إخوان راه دار 35 بلدية في منطقة حمراء والبلديات هما كما يا لي غتقرأ البلديات اللي هي ملونة هاد البلديات اللي هما غير ملونة راه خرجوا من المنطقة الحمراء واللون منطقة برتقالية لذلك هادو هما البلديات لداخل في اللون الأحمر ابتداء المليوم الاثنين القادم إن شاء الله فيما يخص التسكان هي الجهة الوحيدة اللي فيها بروفينشات ومشي بلديات فيها بروفينشات اللي هي حمراء منها أريتسو بيستويا وبراتو علاش حتفاتوا 250 حالة إصابة في كل 100000 نسمة وكذلك عشر بلديات الآتية هما هادو يا إخوان كان في فوشايكو فرنسولا في فرنس وفيا ريادجو وعدس بلديات أخرى وكذلك فهذه البلديات اللي بالأزرق رغم تصدو المدارس وخم منطقة برتقالية لذلك إخوان الحدود الساعة هم الألوان الرسمية ونتمنى أنني أعطي تجواب على جميع الناس لمن الجنوب حتى الشمال حيث الناس ديالجنوب قال لما كتكلم لدينا بزاف فعطينا حقنا لذلك إخوان أنا قلت لكم جميع البلديات لا في الجنوب لا في الشمال وبطبيعة ممكن أن هناك منطقة من هذه ثلاثة التي في الشمال تكون فيها منطقة حمراء محلية ولكن الصحف لا تكلم عليها فهذا فأنتحدث عن الحدود المغربية والرحلات الجوية ما بين المغرب وما بين إيطاليا بطبيعة إخوان في العديد من المرات منك سأشور الفيديو كنت لقى الكثير من الناس في التعليق تسويل على الجديد الرحلات وأنا شخصيا لم أكن عندي أي شيء واثقة لتكلم بها لذلك هذا الموضوع إذا لم تكن حاجة رسمية لا تستطيع تكلم فيه لا يمكن أن ترى شخص في الفيسبوك يقول أنا أرى أرى الرحلة لي ستبني لي الفيديو لك لذلك لذلك إذا لم تكن حاجة رسمية لا تستطيع تكلم في هذا الموضوع حاجة مهمة إخوان لي ما كينا واثقة رسمية للأسف ولي هي ماشي زع ما كينا تحجزوين ولكن سأوريها لكم هذه الصفحة الرسمية العربية للطيران وكنتنشر ما يلي قالت على حساب التوجيهات الأخيرة المغرب كمدة ضغاق الحدود مع بريطانيا هول عنضة بلجيكا إيطاليا ألمانيا سويسرا توركيا إلى غاية 10 أبريل لذلك إخوان كما تشوفوا معايا التمديد الحدود ما زال وهاد شبطة يتحر كان عادي وكان متوقع وانا الناس كنت تتكلم معايا في الخاص كنت نقول لها دائما المغرب سد الحدود مع إيطاليا حيث إيطاليا ظهرت فيها السلالة البريطانية بشكل كبير جدا حيث الحدود السعر سبعين في المئة ديال اللي كنتتعادف الطاليان عندها سلالة بريطانية وحيث المغرب يجلب للناس خايف أنه يدخلوا ليه ناس معاديين وإدعي السلالة البريطانية في المغرب وللسلالة الجنوب إفريقية وللبرازيلية وتما سيكون مشكل على الجلبة لذلك سد الحدود وهذا ما يوضح لنا أنه المغرب لم يفتح الحدود نهار 21 في شهر 3 حيث إذا تحسنت الحالة الوبائية في إيطاليا سوف يفتح لا تحسنت ولا يفتح وحيث العنماء هنا في إيطاليا يقولون بأنه سوف يوصل الأرقام القصوى يعني سوف يوعدنا ما بين 30-40 ألف حالة في السمال سوف تكون ما بين 20 و27 في شهر 3 ومن بعد سوف يبدو نازلين إن شاء الله لذلك المغرب رهساد بأجل هذه الأسباب حاجة أخرى الذي لم تفهم الأرقام الرسمية سوف تتكلمون بأرقام حيث لغات الأرقام لا يمكن تكذيبها هو أنه البارح إيطاليا ستجلت 29 ألف حالة فرنسا ستجلت 25 ألف حالة يومين فرنسا ستجل 27 ألف حالة إيطاليا ستجل 25 ألف حالة لماذا تستجل مع إيطاليا وما تستجل مع فرنسا وربما كنت تتكلمون على سياسة وديبلوماسية وما بالأشياء الأخرى اللي ما كيتفهم هي ما يلي هذو 24 دولة اللي المغرب ستد مع الحدود حاليا كنت تتكلمون على بلجيكا سويسرا والعديد من الدول كنت نزلوا لتحس كالقاوة كذلك أستراليا جنوب إفريقيا البرازيل مصر الجزائر كويس وعدة دول أنا الحاجة اللي ما فهمت يا إخوان ومن نهار تتعلن على أن الحدود تغلقت كانت حدود مع أستراليا أستراليا الحدود السعية ستكلمون 29000 حالة منذ بداية الوباء ليس البارح هذو charts منذ بداية الوباء جميع ستكلمون 29000 حالة بعد 10 حالات لماذا ستكلمون الحدود مع أستراليا للي才 تتكلمون 27000 حالة وנה 2 العز Teil خلص ف هل أخبار تقدمون أنا في فرنسا أو في إسبانيا وجول طاليين. نحن نريد أن نفهمه ما هي الطريقة و ما هو التفكير الذي يختاره به البلدين الذي يصده معها الحدود. أنا على حسب الرائدية للشخصي يبدأ لي بحل أنه المسؤول الذي يقرره لا يصده معها الدولة له. يضع الخارطة قدامه و يغمد عينه و يضعه في بلاصة. فيما يصده يا إخوان يصده معها ذلك البلد. حيث لا يوجد شيء علمي و تقنية الذي يقرره بها. هناك بلدين الذين عدوا عشارك الحالة يصده معها. و هناك بلدين الذين عدوا 27 ألف حالة و فاتحنا معها. فهذه الفقرة يا إخوان سأتكلمون عن واحد الحاجة التي هي مهمة للغاية و التي كثير من الناس تسول عليه. والذي عير البارح في التعليق و أحد السيدة طرحت نفس السؤال. ما هي المدة الزمنية التي نستطيع أن نقلس في المغرب؟ و هناك ناس الذين قلسوا هذه عام أو عامين أو ثلاث سنوات و تسولوا ما إلى رجعت و ستلقى مشاكل. طيب يتحل يا إخوان أنا سأقول لكم القانون ماذا يقول. و سنرى القانون في الجريدة الرسمية و سنرى أشياء التي هي عندها الدليل و البرهان. وهذا رأي موقع المحامل مختص في قانون الهجرة. سنرقل بعض النقاط فيه و سنرى القوانين التي هي رسمية و منشرة عبر المواقع البرلمان الإيطالي و الجريدة الرسمية. و أول شيء سأقول لكم. لأن هذا القانون نحمد الله نشكره لأنه لا يتطبق في جميع المناطق في إيطاليا و في جميع الديوانات و جميع المطارات. كان هناك الكثير من المطارات و كويستورات يغمدون عينهم على هذا القانون و لا يتطبقوه. لأنه كان هناك الكثير من المهاجرين في المغاربة يتطبقوه. ولكن كان هناك الكثير من المناطق يتطبقوه. و أنا في 21 يوم و شهر كانت تصلت بي و أحد الأخت. لقد وجدت مشكلة بسبب هذا القانون. لأنها أم حيضوا لها الكثير من المطار. و قرأت الرسالة التي أعطوها في الديواني. شفت القانون و لم تقرأته. أخر شيء سأقول لكم من غير أنه لا يتطبق في جميع المناطق. ولكن يمكن أن يطبق من الأحسن أن تحترم القانون. فلن يتطبق في الديواني. حتى لا يتطبقونه معك أو لا يطبقونه معك. ولكن لن تحترم هذه المشكلة، فإن تحترم القانون. هذا هو أول شيء. أول حاجة أن أقول لكم هو أن يحترم القانون. ثاني حاجة أننا سنفرقه. ما بين الناس الذين لديهم البرميسو العامين و ديما و الذين يقولونه عشر سنين. والناس الذين لديهم البرميسو الصجورن. حيث شخص من العائلة لديهم الجنسية الإيطالية. مثلاً أحد السيد الذي لديه الجنسية يأتي بالأب و الأم و يعطيهم البرميسو الصجورن. حيث هو مواطن إيطالي. في هذه الحالة يطبق عليهم قانون آخر. سنرى البرميسوات التي لديهم أغلبية الناس. من بعد سنرى هذه الحالات التي لديهم البرميسو الصجورن. حيث الابن أو البنت لديهم جنسية إيطالية. بطبيعة المرسوم رقم 394 من الرئيس الجنهورية الإيطالية 1999. في القانون الرقم 13 و في النقطة الرقم 4 يتكلم على تجديد البرميسو الصجورن. و في النقطة الرقم 4 يقولون لنا ما يلي. البرميسو الصجورن لا يستطيع التجدد. و يتمدد عندما تدوى أن المهاجر لا كان لديه الصجورن في القناة الان. لم يكن لديهم الصجورن في القناة الطاليان. المدة بس امن الاستمرار كثير من 6 شهر. وهذا الشكل يطبق علي الناس الذين لديهم البرميسو الصجورن في عام. لانك الكثير من 6 شهر متتالية . يعني لن سألت بأجلس شهر كثير من فالتحالين و رجعت بأجلس شهر كثير من اسمار نارد. لا. إذا كانت متتالية بس امن في المغرب 6 شهر و انت يا صديقي عام. اما الناس اللي عندهم البرميسو الصجورنو على الاقل ديال عامين مسموح لهم انهم يقلسوا في المغرب الى كان عندك ديال عامين المدة زمنية لا تتجاوز نصف ديال مدة الصلاحية دياله الى كانت المدة الصلاحية دياله عامين عندك الحق تقلس 12 شهر وما تفوتهاش الى افتها راه البرميسو الصجورنو نوم بواثري رينوفاتو هذا الشرك يقول القانون وهذا بالدليل يا اخوان وهنا انا بشي تقلبت على القوانين الرسمية في حين حاجة مهمة الناس اللي عندهم البرميسو الصجورنو ديال ديمة هادو المدة الزمنية اللي قدروا يقلسوا في المغرب قانونيا كتر من عام بخصومش يفوته يعني قانونيا ما خصومش يفوته 12 شهر ولكن باش نكون واقعي معاكم يا اخوانو حيث بزاف الناس كتر من 12 شهر وكتر من عام وكاللي قالت عامين تلت سنين راه التجارب ديال الناس اللي كتقولك انا قلست في المغرب عامين ورجعت وما قالوا لي هوالو انا قلست واحد سيد جزائري تلاقيت معاه قلست عشر سنين وارجع وما قالوا لي هوالو كي الناس اللي كتتقلست خمس سنين وكتر جعمت يقولوا لي هوالو لذلك ايلا انت كتك تتفرج في الفيديو وقالست في المغرب ثلاث سنين ربع سنين تطبيق ديال هاد القانون راكب مقتلكم في الاول الحمدول لله رمك يتطبقش في جميع الاماكن وانا حتعارف بزاف الناس كتتفرج مباغيش نخلع بنادمي اخوان ماشي هذا هو الهدف ديالي الهدف ديالي نشرح ليكم القوانين لكن الواحد الى كان يقدر انه يحترم القانون حسن لي حيث ربما يقدر يطبقه معاك وتولي في مشاكل ولكن من خلال تجارب ومن خلال الناس اللي تتكلمت معاهم وذلك الشي تطبيق ديال هاد القانون يكون نادرا ما فش يطبق الناس اللي عندهم البرميسو ديال ديما يقدروا يقلسو كذلك في الدول الاوروبية المدة ديال ست سنين بلا ما يدخل طاليا الى مشيت الفرنسا المانيا تقلس ست سنين بلا ما يكون عندك مشكل تطلب البرميسو ديال الصجورنو ديما ديال هذيك البلدان يعطيوه لك ويعطيوه لك في هذيك الحالة يتم حلق البرميسو ديال ديال ايطاليا الناس اللي كتفوت هاد المدة الزمنية عندها بطبيق الحال اسباب والاسباب تقدر تكون متعددة كل اللي يبشي من اجل مثلا يبشي العسكر مثلا بحل المسريين مثلا الناس اللي عندها مشاكل صحية وبطبيق الحال اي شخص كيقول عندي واحد السبب ما يكفيش انك تدخل ديوان و تقول لي ملارك انت مريض لا خصك واحد السرتيفيكة ديال طبيب والتي تكون ترجمه و تدر لها البوستير والديال القنصرية الى ايطاليا عجب ان تكون جاي تقدمها باش ميحيدوش برميسو ديال الصجورنو ديالك هادو هما القوانين اللي كاينة و كيف ما كنقول لكم مو كنعود نكرر لهدف ديالي ماشي نخلع ماشي زع ما كينا سيضا سرطت ليل الوراق و قريتهم القانون هو هادو هادو الديكريته ديال 6 في شهر جوج ديال 2007 الارتيوت يقول لنبلا انه الكارتة ديال الصجورنو بيريفاميلياري ديالتشتادينو كومنيتاريو و اللي ما عندهم ش الجنسية ديال الشبال اووربي يعني كنت تكلموا عن المغاربة يعني شخص عنده البرميسو ديال الصجورنو ولا الكارتة ديال الصجورنو و اللي هو ما عنده الجنسية ديال ديال الاتحاد الاوروبي يعني مغربي ولكن الشخص في العائلة دياله عنده جنسية ايطالية هو اللي اعطاه ذاك البرميسو. فهذا الحالة يا اخوان كي قلنا في الارتي كونو رقم خمسة بلانه البرميسو ليصد جورنو كي بقى بالدو الى الواحد ما فاتش ست شهر في العام. وفي هاد الحالة ماشي بحل الناس الاخرين. ماشي كونتينواتيفا مستمرة. لذلك حدا رف هاد النقطة. وخا هاد القانون دائما ما كيتطبقش مع جميع الناس وكي يليب الواليد دياله ولا الام دياله كتشي للايطاليا وكترجع للمغرب تقلس في الصيف كامل ولا يعني البرد كامل. وكترجع لطاليان. ويعني ما كتحتارم شقالون ديال ستة اشهر كحد اقصى في السنة. ولكن را ما كيتطبقوش وكيش حالة اللي كيتطبقوا في المطار ديال بيرغامو طبقوا مع واحد سيدا يا اخوان وحيدوا لها البرميسو ديال الصجورنو دائما. لذلك مني دخلت راخل لوها دخلت. وقالوا لي هدري طالب جديد ديال بيرميسو ديال الصجورنو. لذلك اخوان القانون را هو هذا. وانا الهدف ديالك فما كنقول لكم وكن نكرر ماش نخلع بنادم. ولكن كنقول لكم القوانين اللي كينا باش بنادم على الاقل يحاول انه يحترمها. وباش ميريسكيش. الى كنتو اتذكرتو يا اخوان في الاواخر ديال شهر تناشة اللي داس كنا تكلمنا على العديد من البونوسات. وبطبيط حال القانون ديال الميزانية ديال الفين واحد وعشرين. العادية ديال الصحف سماوه القانون ديال البونوسات. علش هتكنت في تقريبا كتر من عشرين بونوس. بطبيط حالي اخوان البونوسات اللي تكلمنا عليها كالبونوس ديال لوكيالي ديال نظارات وديال عدسات ديال الشوف. البونوس ديال التليفونات. البونوس ديال روبينيات ديال روبينيات وديال دوش. البونوس ديال السيارات الكهربائية والعديد من البونوسات يا اخوان. اللي بطبيط حال تدخلت في القانون الميزانية و عندما تدخل في القانون الميزانية ستضع لها حتى الفلوس لذلك نتكلم عن قوانين التي تدارت وتضع لها الفلوس لها و حوالهم يكونوا لماذا لا يوجد حدود الساعة لا يوجد ناقص القوانين التطبيقية و نذكركم بأن القانون الميزاني 2021 سيكون فيه 177 قانون تطبيقي حدود اواخر شهر جوجل لداز يعني هذي 15 يوم حدود هذه الساعة كان عير قانون تطبيقي للدار في هذا 177 قانون لذلك راكين واحد تأخير اللي هو كبير بزاف راجع بالأساس لأن الحكومة طاحت كانت أزمة سياسية بطبيعة حال الوزير ديال الاقتصاد حاليا مشغول مع الروكوفيري بلانو مع الفلوس للتحاد الأوروبي وبطبيعة حالي اخوان واش غيكونوا هذي البولونسات ولا لا هذا الشي بعين من الله لذلك التاشي واحد ما يقدر يقول لكم واش كينين ونو ما كينش حق الحدود الساعة مخرج التاشي واحد من الحكومة الإيطالية وقال واش غد يكونوا ولا غد ينحيدوهم ولكن الحدود الساعة نكنت سنو في العادية اخوان وفي معظم القوانين يعني بعيدة على هات السنة وذلك الشي القانون تطبيقي خاص يدخل وما يفوت سين يوم على دخول القانون الميزانية حي يستنفيد القانون الميزانية يدخل في الاوائل للسنة نهار واحد وشهر واحد يعني ما يخصوا مش يفوتوا شهر جوج باش يديروا هاد المراسم تنفيذيه ولكن دبراه فاتوه البونوس ديان دادروا ديال عدسات ديال شوفيه اخوان اللي فيه خمسين اورو اللي كتلبوا العائلة اللي عدة قل من عشر الالاف اورو في ليزيليالها بطبيعة حالي اخوان خاصوا مازال يدير القانون وفي هذا الحال ما حدوش سين يوم كآخر اجل القانون اللي حدوش في السين يوم كآخر اجل هو القانون ديال تليفون وحد تليفون اللي كتعطيه الدولة اللي هو بطبيعة الحال انكمودات ووزوء يعني عن سبيل الاعارة في حين انه هاد القانوني اخوان لحدود السعر بقية مداش غاي يخذوا العائلات اللي عندهم على الاقل واحد درل اللي تيقر في الجامعة او في المدرسة اللي عندهم ليزيلي تحت عشرين الف اورو خاص يكون عدم سبيد البونوس ديال الفازل في خمسين اورو هادا راكين ولكن البونوس ديال روبينيات اللي في الف اورو واللي داخل فيه يعني حسى الاصلاح ديال ديال الدوش و اي حاجة اللي خاصة بروبينيات اخوان هاد القانوني اخوان راه الحدود السعر بقية مدرش للدكرات وتواطيفو غادي انتسنا واش غاي يكونوا ما غاي يكونوا واش حتى شي واحد ما يقدر يقول لكم اه وهذيك الاخبار اللي كتدور في عدة مواقع ايطالية كتقول بلا انه ر هاد البونوس غايت تمحا ودراقيا غايم حيوم غير صحيح يتشي واحد ما تكلم من حدود الساعة فيما يخصي اخوان الحملة ديال تلقيح في ايطاليا اخر الارقام واللي كتوصل حتى لثل ثلاثة ونص ديال هاد العشية اخوان كتتكلم عن ستل مليون وربعمية وثلاثين الف شخص اللي اخداوا الجرعة الاولى في ايطاليا مليون وتسعمية واثنين وعشرين الف شخص اللي اخداوا الجرعة الاولى والجرعة التانية يعني تقريبا حوالي جهة المليون ديال الناس لذلك غايب د ويسرعوا ان شاء الله في المعدل ذيال الجلبة اللي كتتتاكل كل يوم فيما يخص الحالة الوبائية اليوم كنت سجل السو عشرين الف واثنين وستين حالة اصابة الناس اللي كيتوفو 317 والناس اللي تشافى وربعتاشر الف وتسعمية وسبعين حوالي خمستاشر الف شخص والرقم الاجمالي ذات الناس اللي ما زل كتلقى العلاج وما زل بوزيتيوب في ايطاليا اراهم خمسمائة وعشرين الف شخص اي بزيادة ذيال عشرة الاف وسبعمية وربعمية واربعة وبيان فيما يخص العدد تحليل الرقم ممتاز للغاية اليوم يا إخوان كنسجلو 372 ألف تحليلة مقارنة بالأمس اللي كانو 369 ألف تحليلة والعدد الإجمالي ديال التحليل الكلاسيكية راهم ميتين وثلاثة الآلاف مقارنة بالأمس اللي كانو ميتين وواحد الآلاف فيما يخص للنسبة يا إخوان راها كتنخافض ولكن بشوية اليوم ما كنلقوا سبعت الناس بوزيتيف في كل مية تحليلة كنديرو في الإنعاش كتزادوا 68 شخص والعدد الإجمالي كتزادوا 2982 والناس في المستشفيات كتزادوا 497 والعدد كتزادوا 24153 توزيع الحالات حسب الجهات فوق الآتي لومبردية 5890 الفانيتو 2682 الكامبانيا 2040 لميليا رومانيا 2050 بيومونتي 2059 لاتيو 1998 تسكانة 1329 بوليا 1700 سيشيليا 650 الفروليفاليتس جوليا 953 ليغوريا 307 ليماركي آلف لابروتسو 320 بولسانو 183 أومبريا 190 سردينيا 103 كالابريا 275 ترينتو 239 البازيليكات 137 الموليزي 104 والفاليداوسطة و 31 حالة فيما يخص المغرب يا إخوان الناس التي استفدت من التلقيح راها بحدود 49.2.2.000 اللي اخذوا الجرعة الأولى اللي اخذوا الجرعة الأولى والجرعة الثانية تقريبا مليون ونصف لذلك يا إخوان الناس اللي تم تأكيد الإصابة ديالهم نيوما في آخر 24 ساعة راهم 451 الناس اللي تم الاستبعاد ديالهم 11923 الناس اللي تشافه راهم 519 والناس اللي توفه وجوش الناس اللي يرحمهم والعدد الإجمالية للناس اللي مازالك تلقى العلاج لهم 4457 توزيع الحالات حسب الجهات فهو وكل آتي داربيدستات 307 مراكش اس في 35 نتشارق 30 طانجتي طوال حسيم 26 رباطس لق ميتر 19 سوس ميسا 14 حالة وباقي الجهات فهو مقلل من 10 حالة اخوان بهذا كنوصنا الآخر حلقة تلو فريوسكم وإلى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة المترجم للقناة